أخ محمد العربي أنت أشرت في معرض حديثك إلى الحوثيين وإلى فعلهم وإلى ردود الأفعال الحقيقة في ظاهرة عجيبة يعني أنا أجل صعوبة في التعامل معها أنه بعض إخواننا من أهل اليمن وبعض إخواننا من أهل سوريا بسبب جراحاتهم وبسبب التجربة المريرة التي مروا بها وبسبب الدور الإيراني السيء في التحالف مع سواء الدكتاتور في دمشق أو مع جماعة الحوثيين ضد باقي مكونات الشعب اليمني يسقطون تظلماتهم وانطباعاتهم عما حدث في أيام الربيع العربي على ما يجري حاليا في فلسطين والحقيقة هذا الإسقاط ناجم أولا عن وجود هذه المظلمة في نوع من المرارة لديهم وتمكين هذه المرارة من الهيمنة على طريقة على فهم ما يجري مع أنه في العلاقات الدولية التحالفات تتغير وتتبدل حسب المصالح ويمكن أن تجد حريفيني في قضية ما خصميني في قضية أخرى وصرتني رسائل من بعض إخواننا اليمنيين ينتقدون أننا نتناول في نقاشنا الحوثيين بشكل إيجابي يعني هم لا يريدون أن يكون هناك أي حديث عما يفعله الحوثيون بشكل إيجابي بل ذهب بعضهم إلى اعتبار أن الحوثيين جزء من مؤامرة كونية وأن هذه مجرد عملية تلميع يعني تصور أنت الحوثيون يضربون يخصفون ويهددون بالوضع على قائمة الإرهاب كنوع من التلميع تفكير عجيب جدا الحقيقة هو دكتور ممكن هذه الزاوية أخطر زاوية في الموضوع وهو أنه يتحول التحليل السياسي كله في المنطقة وخصوصا بعد الربيع العربي تحول إلى نوع من المسرحية بمعنى كل شيء مسرحية الصراع بين إيران والولايات المتحدة مسرحية الصراع بين حزب الله وبين دولة الاحتلال هو مسرحية الحرب التي قامت في قطاع غزة في 2021 لتحرف الانتباه عن لا أعرف أي شيء له علاقة في إيران حقيقة طريقة التحليل السياسي نعم لما تصبح بهاي الطريقة أنت عمليا لا تستطيع أن تفهم الواقع الذي عايش فيه وجود جراحات وجود حتى جرائم بدون تحفظ نقول لإيران في المنطقة سواء كان في العراق في سوريا دور الحوثيين بالانقضاد على تجربة كانت ناشئة وإن كان فيها عيوب برضو ما كان فيها عيوب ومدعومة من وهي كانت أبارة عن احتواء خليجي برضو يجب أن نقول هذا لكن هي كانت نوع من التجربة الناشئة بعيوبها انقضت عليها الحوثي بدعم سعودي وإماراتي بدعم سعودي وإماراتي كل هذه الأمور نعم هناك مظالم وهناك جرائم وهناك جراح لا تزال تستمر ولكن هذا يجب أن لا يمنعك من التحليل السياسي ليس وفق آلامك وجراحاتك وإنما وفق الواقع هذا من جهة الجهة الثانية أنه أيضا أنا أتفهم حقيقة أتفهم أنه متابع مثلا لهذا البرنامج أو لكاتب مقال أو ما شابه أو حتى لتغريده متابع شخص ليس منغمسا بالتحليل السياسي ولا منغمسا بالسياسة ولا بالنشاط يقول هذا الكلام أنا أعتقد أن هذا مفهوم أنه يتكلم من جرحيه الخاص لكن المشكلة أن هذه السردية أصبحت سردية لسياسيين يعني سياسيين يعني متمكنين وكتاب صحفيين وشخصيات كبيرة وصل فيهم الأمر إلى أنهم يؤيدوا لم يقولوا نؤيد ولكن لم يدينوا القصف على بلادهم يعني لم يدينوا قصف الأمريكي والبريطاني على اليمن بذريعة أن الحوثي هو المسؤول عنه ويعتبرونه قصفا للحوثي الذي هو خصم لهم هذا الجانب نحن في أنه مشكلة في التمييز في الحكم على المواقف يعني إذا أنت بتكره واحد بصير حتى لو قال لا إله إلا الله بتقول هذا ليس صادقة ليس صادقة ليس صادقة ليس مزبوط هو حقيقة مصال الحاج هيك في الجزائر أحر أبن بديس أكل لو قالت لي فرنسا قل لا إله إلا الله لما قلت الشيء حتى من ثقافتنا من القرآن دائما كان القرآن يعلمنا أنه أنت تحكم على الأشياء بشكل موضوعي وذا كان يقول وليدري منكم مثلا هذه وحتى كان لما يحكي عن الآخرين أنهم يفهموش أو لا يفقهون قال أكثرهم لا يفقهون إذن في ناس منهم يفقهون في ناس منهم يعقلون وأنا بدي أذكر موقف هنا حقيقة في السيرة في السيرة النبوية كان فيه طبعا في المدينة بشكل سريع حلف بين كل أهل المدينة وبما فيهم اليهود أنه إذا تهاجم المدينة الكل يدافع عنها لما جاء هجمت المدينة اليهود لم يوفوا بالأهد إلا يهودي واحد اسمه مخيريق وهذا مخيريق قتل في المعركة أظن في أحد ماذا قال الرسول عليه السلام قال مخيريق يهودي موفق شف أنت مع أنه القوم كلهم رفضوا يعني خانوا الأهد ما حكم على ما دام هو يعني يهودي خلص شو ما عمل غير مقبول أنا أعتقد أن الحكم ينبغي أن يقول عن الفعل لما الحوثيين قاموا بجرائم في داخل اليمن هذا كان مدان ويدان على ذلك لما يقوم بفعل فيه مصلحة للأمة ظاهرة وهي مثلا حسب قولهم هم أنهم يتصدون دفاعا عن غزة تضامن مع غزة هذا موقف لا يمكن الإنسان عاقل أنه يقول أنه أنت تريد أن يقف من أجل تضامن مع غزة ولا نريده ولا نريده أن يقف مع غزة يعني هذه الخلط في الأمور الخلط في مواقف أعتقد أنه أو تحكم على نواياه وتقول أنه إنما يريد أن يركب موجة التضامن مع غزة نواياها في القلب الفعل الفعل الحقيقة ما فعله الحوثيون هو أنهم فتحوا جبهة جديدة لا شك أنها تؤثر في الرأي العام وتؤثر في مواقف الدول الإعلام الأمريكي يتحدث عنها كواحدة من أخطر التدعيات اللي لم تكن أخطرها في ما يحدث الآن الإشكال اللي أنا تفضلت بي وأنا قد أضيف عليه هو أن قضية الإنصاف هناك إشكالية في قضية الإنصاف وأهم شيء في الموضوع هل الحوثي أجرى ما في اليمن لا شك في ذلك لكنه لم يجرم وحده يعني الإجرام الأكبر هو الإجرام السعودية والإمارات وهو شريك في هذا الإجرام أكيد هل الحوثي يقدم بالنسبة الغزة وما يحدث في غزة على الأقل غضب ويشعار بأن هناك شيء يحدث رهيب وهذا ما تقوم به كثير من الشعوب الأخرى حتى شعوب غربية إنما يخرج الناس خمسمائة ألف في لندن هذا شيء مش بسيط يعني هذه من أكبر المظاهرات ويخرج في أمريكا الآن لم يحدث في التاريخ الأمريكي حتى في أيام فيتنام أن يخرج الناس كما يخرج الآن في القضية لأن حتى في فيتنام كان هناك خلاف وكان يخرجون لمعا الحرب الإشكال هو عندما نتقوق على أنفسنا وننظر فقط من منظار مصلحة خاصة أو مصلحة وطنية أو ما نظنه مصلحة أو ما نظنه وقد لا يكون مصلحة قد لا يكون القضية هنا قضية غزة هي أيضا مصلحة لنا المفروض يعني بالنسبة لخوتنا مثلا اليمنين الذين اعترضوا وأنا شفت أن بعض اليمنين كانوا سعداء جدا بالحكومة اليمنية اللي هي في الحقيقة حكومة تتحكم فيها المخابرة السعودية كانوا سعداء من أن الحوثيين وضعوا على قائمة الإرهاب طيب ما الأمريكيين لم يضعوا الحوثيين من قبل أو كانوا موجودين ونزعوهم من قائمة الإرهاب عندما كانوا يعبثون في اليمن بمعنى أنهم عندما عبثوا في اليمن هذا ليس مشكل بالنسبة للولايات المتحدة طوحي ولكن عندما أصبحت القضية قضية فلسطين أصبح مشكل على فكرة قضية العبث في اليمن هذه برضو هي هذه بحاجة إلى وقفة وأنا أستاء من كون كثير من إخواننا اليمنيين الذين يحسبون على أهل السنة كأنهم لا يريدون أن يفتحوا هذا الملف بسبب أنه بعدما حصلت المشكلة في اليمن كثير منهم لجأوا إلى الرياض أو إلى أبو ضبي وأصبحوا في حماية هذين النظامين المتسببين في الكارثة في اليمن أساسا الحقيقة أن هذا العبث ابتداءا هو جاء من الإمارات ومن السعودية للقضاء على المسار الديمقراطي في اليمن هم تحالفوا مع علي عبدالله صالح واستخدموا الحوثيين أداة للإنقضاض على التجمع اليمن للإصلاح هذا تاريخ ثابت مثبت بالوقائع صحيح ثم الحوثيون كانت لديهم مظلمة تاريخية قديمة استغلوا الفرصة مثل ما إيران استغلت غزو الأمريكان للعراق بنفس الطريقة الحوثيون وجدوا الطريق يمهد لهم للوصول إلى صنعاء دخلوا صنعاء واستولوا على الأمو إذن العبث الأساسي ليس من قبل الحوثيين وإن كانوا شركاء في هذا العبث العبث الأساسي هو ممن مولهم وساندهم وأرسلهم ووفر لهم الغطاء في البداية لحكومة السعودية وحكومة الإمارات الحقيقة أنه فعلا هو هذا مشكال مشكال حدث في سوريا في العلاقة بإيران ثم حدث في يعني وعلاقة سوريا بحماس ثم حدث مع الحوثيين وال تجمع اليمني الإصلاح والعلاقة بإيران أيضا للأسف شديد يعني فيه أجيال جديدة كثير منها منخرط في معركة التغيير ولكن في نفس الوقت يعني تنظر للتاريخ بتبجيل يعني مبالغ فيه وللقيم كأنها قيم مطلقة خاصة في القيم السياسية والحالة السياسية بينما هي حركة التدافع في التاريخ فيها البشري يعني يضاهي أحيانا وأحيانا الشخص يتقدم على القيم نفسها حتى داخل الحركات الإسلامية ولكن هناك إصرار دوما على محاولة تبجيل يعني التاريخ أكثر من اللزوم ولكن الحقيقة اليقرة في الواقع حتى حركات التحر حركات التحر الوطني أحيانا كانت تتعامل مع المستعمر الذي يستعمره كثير زعماء حركة التحر الوطني مثلا في المغرب العربي غالب يتم زار فرنسا وهي تستعمر بلدانهم والبعض منهم درس في فرنسا ولكن هذا لا يلغي عنه وأنه شخصية وطنية حاولت أن تدافع عن البلد وعن استقلال البلد في العلاقة أيضا بالحثيين صحيح أن الحثيين من حيث المبدأ على الأقل في موقعهم اليوم في الحكم جاءوا بطريقة فيها نوع من الانقلاب على وضع يعني قائم لم يتم لا انتخابهم ولكن بمنطقة تغلب جاءوا ولكن في نفس الوقت هذا لا يعفي أنه عندما يدخل حالة من التدافع في العلاقة بالملف الفلسطيني نستمر في تجريمهم في هذا الموقف هم في الحقيقة يعني وقفوا الموقف الصحيح وفي ذاك الموقف هم وقفوا الموقف الخطأ اللافت وأن الحقيقة استأت له جدا هو أنه بعض الإخوة في اليمن مثلا يسر على الإبقاء على تجريم الحوثي لآخر لحظة طيب عدن تحت السلطة الشرعية أو بين ظفرين السلطة الشرعية طيب أين المظاهرات في عدن مثلا المناصرة للقضية الفلسطينية لا نرى إلا مظاهرات في سنعة هل هناك من يمنع الأخوة اليمنيين في عدن وفي المدن الأخرى أنهم يخرجوا مثلما تخرج سنعال التظاهر نصرة يعني فهناك نوع من الله ما يكون موجود ولا يصل على هذه الضولة أنا أدري يعني فلسطينية عربية إسلامية إنسانية حضارية يتعلق بالإنسان نفسه حضارة الإنسان إنه إنسان ولا مش إنسان يعني هذه القضية لم تعد الآن مطلوب ليس من الناس فقط المحبين أنهم يجوا على القضية الفلسطينية المحبين وغير المحبين واللي في العالم يعني أي دولة في العالم الآن بتغير موقفها ويرتكب جرائم استعمارية يعني مثلا الدول الغربية زي إسبانيا مثلا إسبانيا هي دولة استعمارية وكانت مرتكبة جرائم الآن أمريكا نفسها بكل جرائم في العالم لو غيرت موقفها وجاءت موقف جيد تجاه الفلسطين أو تجاه القضايا العادلة في العالم أنت تؤيدها أن تفعل ذلك أما أنه والله خلص مدام هو ليبلد أنه الوصم بأنه عمل جريمة الفلانية وإذا هذا يذكرني أنا دائما زمان في الأمثلة عندنا كان يظلم يقولوا واحد بصوم بس ما بصلي فبقوله في جداء صوم فبقوله يا عمي ما تقوله في جداء صوم كله صلي يعني الإش الصح الإش الصح خليه موجود مش أنك تهدمه عالجي الشيء الخطأ الشيء الصح أنه هم الآن يتصدون ويقفون موقفا جيدا بالنسبة لغزة الشيء الخطأ هذا يقالج في وقت وفي تاقي هذا الموقف مدخل للتصالح أيضا نعم نعم نفس الشيء بنطبق وبشكل أبشع كمان على حزب الله في جنوب لبنان أن حزب الله يوميا في اشتباك مع الكيان الصهيوني ويفقد من عناصره وتقصف مواقعهم وأراضيهم وشرد آلاف عشرات الآلاف من أهل الجنوب في لبنان وقتل من قيادات وبعض إخواننا السوريين لا يحتمل كلمة إشادة بالمقاومة اللبنانية لا يحتمل هو دكتور المشكلة هنا في عدم فهم تعقيد السياسة السياسة هذا أمر معقد يعني أنت حتى مثلا علاقة الأب في أبناء وما هي جزء منها سياسة وهي معقدة جدا يعني كلياتنا أباء ومجربين فما بالك بواحد أو جهة يعني تقوم بممارسة السياسة في منطقة هي أصلا غاية في التعقيد والبعض يرى بأنها أكثر مناطق العالم تعقيدا فالحكم البسيط التردي خلينا نقول اللينيار يعني على أي طرف هو بالتأكيد سيقود إلى نهايات خاطئة بمعنى لا يوجد طرف سياسي كل أفعاله خير مطلخ بالنسبة إليك لهما ممكن يكون خير بالنسبة للطرف آخر بالمناسب لأنه الخير يعني هذا نسبي في السياسة في السياسة على أقل يعني فبالتالي وبعدين فيه إكرهات سياسية كل طرف فيه عنده إكرهات سياسية لا يعني هذا أنه نصل إلى مرحلة تبرير جرائم أي طرف أو دفاع عن أخطاء أي طرف ولكن الخطأ تقول عنه خطأ ولكن الصح تقول عنه صح بالضبط بالضبط ولذلك يعني حتى بالقرآن الكريم مثل ما ذكر الدكتور دكتور حافظ بأنه في إشارات كثيرة لهيك أنه مثلا ومنهم من كذا ومنهم كذا يعني ربنا سبحانه وتعالى ديسو سواء بعدين حتى الطرف نفسه قد يرتكب خطأ ويرتكب صح وبالتالي يجب أن تتعامل معه وفق ممارسته لهذا الحدث النقطة الأخيرة سريعا الدكتور أبو الدكتور العربي وهي أنه يجب أن نصل إلى نقطة أنه أبناء المنطقة العربية يفهموا فيها بأن مشاكلهم التي حصلت هي أصلا مرتبطة بالصراع العربي الإسرائيلي يعني الثورة السورية ما كان لها أن تتحول إلى هذه النتيجة سوى لأن الغرب الداعم للاحتلال لم يرد أن تصبح هناك تجربة ديمقراطية حقيقة في سوريا في مصر لم يدعم الانقلاب وهذا باعترافات هيكل اللي هو تشاك هيكل كان وزير الدفاع قال بأنه تم الضغط علينا من قبل الإمارات والسعودية وإسرائيل أنه هذا للأخوان المسلمين يهددون أمن إسرائيل فبالتالي واليمن ستجد بأنها بأن تجربتها أجهضت من قبل الأنظمة المتحالفة أو التي في طريقها إلى التحالف مع إسرائيل إذن إسرائيل دائما موجودة وهذا ليس اختراعا يعني إسرائيل لازم يدرك العربي بأن جزءا مش كل مشاكله عنا مشاكلنا الداخلية ولكن جزء كبير من مشاكله له علاقة بهذا الصراع وبالتالي أي أشياء صالح الصراع هو لصالح صنعات لذلك شوف انتذكر تعقيدات السياسة ونحن عموما لا نتوقع من الناس جميعا أن يفهموا تعقيدات السياسة وتعقيدات العلاقات الدولية لكن هناك دائما مرجعية يستطيع الإنسان أن يفهم منها الأشياء وهو قضية عندما تغيب لك الأشياء ترجع مثلا إلى آيات كريمة واضحة في تفسيراتها في قضية الإنصاف قضية لا يجرم أنكم شنان قوم وذكرت مرتين بالمناسبة في نفس الصورة لكن قضية أخرى لما جاء الإسلام يحرم الخمر لم لم يشيطنها في المطلق قال فيها منافع للناس يعني الآية التي حرمت الخمر قالت فيها منافع للناس الخمر والميسر بمعنى أنه جاء أعطى توصيف دقيق ولكن قال لك مع أن فيها منافع للناس فإن ذررها أكبر من نفعها وبالتالي هنا يدخل التحريم ولذلك القضية هي قضية قضية الذرر هل هناك ذرر أكبر الآن في القضايا تأخذ قضية بقضية كيس باي كيس حزب الله وما فعل في سوريا كان جريمة عظمى وكارثية هو وإيران وكل المرتبطين معه عندما يقاوم حزب الله والأرض اللبنانية جزء منها محتل ويساعد أهل فلسطين هنا لا نقول هنا يقوم بشيء الناس الناس كلها ترى أن هذا ظلم عظيم الحوثي أيضا نفس الشيء فعل جرائم في اليمن لا يمكن إنكار ذلك يجب أن نقول ذلك أيضا ولكن عندما يهب لنجدة أهل غزة فيجب أن نقف هنا وأن لا نطلق الأحكام أي أن التدنيس المطلق أو التقديس المطلق هذا ليس ليس صحيح صحيح وهذا نفس الشيء نطبق على إيران إيران أنا شخصيا لدي موقف منها في قضية العراق ولكن في سوريا أكثر لأن في سوريا تضحت الصورة بطريقة أبشع ما فعلته إيران وأنا دائما أقول لبعض المتعاطفين مع إيران قلهم دائما عودوا إلى شيء هل لأن سيدنا الحسين هو الرمز المطلق حتى أحيانا يتجاوزون الحد المنطقي والمعقول فيه فيقدسونه هل لو كان سيدنا حسين موجود رضي الله عنه وأرضاه هل لو كان موجود كان يقف مع بشار أم يقف مع شعب السوري هذا المرجع إذن إيران في سوريا وفي العراق وإلى حد ما في اليمن وداخل إيران أيضا القمع اللي يحدث للشعب الإيراني ندينها وبشدة لكن عندما تقف مع الحق في مكان آخر علينا أن نقول ذلك بكل صراحة قد تعذر أحيانا عامة الناس عامة الناس لأنهم أولا يفترض أن يوجهوا من أصحاب النخب وأصحاب الفكر والآخرين ممكن عامة الناس تشتبه عليهم الأمور لكن لما ينتقل الأمر إلى ما يسمى بالنخب وإلى الكتاب وإلى المفكرين وبصير النخب والكتاب وفكرين هم اللي يخلطوا وهم اللي صير جهة واحدة بفيش أي نوع من التمييز بصير يمارس التضليل وبصير هنا نوع بالفعل من التضليل وبصير فيه نوع من الغوغائية في التحليل وللأسف الشديد أن هؤلاء الذين يفترض أن يكونوا هم الذين يمارسون التوعية للناس يبثوا التوعية هم الذين تتبعهم الناس تتبعهم عامة الناس يصبحهم المشكلة عند ذلك بصير فيه أعرف أبو أبو أيران في حاجة في غاية الخطورة عندما يعمد صاحب المظلمة إلى القول بأن الحوثيين أسوأ من إسرائيل مثلا أو حزب الله أسوأ من إسرائيل أو إيران أسوأ من إسرائيل هذا نوع من التزوير للواقع و للتاريخ شيعة لبنان وشيعة إيران وزيدية اليمن هؤلاء من أهل المنطقة هؤلاء من أبناء المنطقة من شعوب المنطقة حتى لو كنت تختلف معهم لا يمكن أن تقارنهم أو تشبههم بعصابة مجرمة جاءت غازية من الخارج وتحمل مشروعا يستهدف ثقافتنا وديننا وكل مقدساتنا حقيقة هذا النوع من التعبير عن المظلمة هو تضليل هو مرات الواحد لما يقف أمام هذا الارتباك الحقيقة يتذكر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا وليصمت يعني أنت مش مطلوب ممكن تختلف مع الحوثيين مش مطلوب منك تشيد بهم ولكن في لحظة ما مش مطلوب منك تجرمهم وخاصة أنهم فتحوا جبهة ضد عدو يعني معلوم للجميع ومتفق عليه من قبل الجميع ولذلك ولكن للأسف الشديد أحيانا بعض النخب يعني بدل على الأقل يلتزم السمط تحفظا بسبب مواقف من جهات محددة يعني يسروا على دخول الاشتباك حتى وذلك الطرف يشتبك مع سريل لدرجة أنه يضع نفسه هو بشكل أو بآخر مع الطرف الآخر وهذا مؤسس بيان الحكومة أيدت ضرب الحوثيين عمليا وأيد ضرب أمريكا لبلده يعني أنت كيف تؤيد قصف ليس أمريكا أي طرف في العالم هذا موقف سعود كيف تؤيد قصف بلادك لأنك أنت في خلاف أقول لك ليس في خلاف أنت في صراع أكبر من خلاف صراع مع طرف أنت تعتبره مجرم من بلدك كيف تؤيد قصف بلادك والأهم من هذاك أنه لم يأتي قصف غربي في أي من الأيام بصالح أبناء المنطقة